الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوهته تحلل تل الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل السيدات وكل الأنسات كل الأمهات وكل البنات كل الجدات وكل الحفيدات يا كل الأخوات لكم مني أرق وأطيب التحيات في المعادة بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنى منذ عدة سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا في بشرة خير وفي بشرة خير بس هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة استقبلنا الاتصال الشهير ونجري وراءه ومنار اللي كانت بتقول قالولي أني عندي تكييس مبايد وعايز أعرف خطورة المرض اللي عندي وخصصنا الحلقتين السابقتين للتحدث على الآثار المستقبلية للإصابة بمرض تكييس المبايد وأثبتنا أنه ليست مشكلة أن الست دي عندها مشاكل في الدورة ومشاكل في التبويض ومشاكل في حدوث الحمل ومشاكل في استمرارية الحمل ومشاكل إذا حدث الحمل في أمراض تصاحبه لكن هناك آثار سلبية مستقبلية في الميتابوليك ديزيز والميتابوليك سندروم الخلل في التمثيل الغذائي الذي يؤدي إلى الإصابة بالسكر فالتكييس المبايد والخطوة الأولى في طريق الإصابة بالسكر وهو للأسف الشديد من العوامل التي لا يمكن تحسنها ولا تغييرها ولا تغيير مصارها ناحية الإصابة بمرض السكر وإن في جزء من المريضات حيجي لهم أمراض قلبية ومشاكل قلبية ومشاكل في تصلب الشرعين وارتفاع في الدهون السلاسية وفي الكوليستيرول والإصابة بالتالي بأمراض قلبية والإصابة بنوبات لاختناق أثناء النوم والأثار العصبية والنفسية وتغير الحالة المزاجية وقلنا كمان الأثار السلبية على الإصابة بالأمراض وأورام غير حميدة في الجهاز التنسولي للإناس وخاصة في السرطان جسم الرحم وقلنا الكلام دا كله مثبتا ومؤكدا كانت جزء تاني من سؤال منار أنا عايزة أعرف المرض اللي عندي بعد ما قلت عايزة أعرف خطورته عايزة أعرف المرض اللي عندي ودركته وتأثيرته فيسعدني أن أقدم لكل المتكيسات في الوطن العربي حيث منطقتنا العربية من أكثر مناطق العالم إصابة بتكيس المبايد ومن أكثر مناطق العالم في زيادة عدد حالات تكيس المبايد ومن المناطق الساخنة جدا اتأبير سوبي ان ابيداميك اوف بي سي او ان ارياز اوف ايست ميديترينيان تعليق الجمعية الأمريكية لأمراض الخصوبة اللي بتقول أنه يبدو أن تكيس المبايد ينتشر انتشار وبائي في منطقة شرق المتوسط فمنطقتنا العربية من أعلى مناطق الإصابة بالعالم فاليوم سنعرض ما هي الأعراض الأكثر حدوثا في مريضات تكيس المبايد هي الأعراض اللي بيحسوا بيها الأعراض اللي بيشتكوا بيها الشكاوى بتاع مريضة تكيس المبايد كيف تعرف مريضة أنها متكيسة دون الجدال ودون المقاومة ودون رفض صحيح العلم كما تعمل السيدات المصريات دائما عند إبلاغهن بالحقيقة كل ست بتخش العيادة أنا عايز أعرف أنا عندي إيه أول نقول لها أنا عندي إيه لأ أنا ما عنديش ومحدش آل ده قبل كده تعالوا نشوف الحقيقة في الإصابة بتكيس المبايد وما هي الأعراض الخمسة الأكثر حدوثا في مريضات تكيس فيه أعراض كتيرة جدا لكن هنحاول نجمل خمس أعراض رئيسية بالمناسبة من تقدم هذا الفيديو اللي أنا هترجمه لحضراتكم هي مريضة أصيبت بتكيس المبايد خدعها الأطباء كالعادة ولم يقولوا لها الحقيقة فقامت بالبحث والتمحيص والدراسة فأصبحت خبيرة في تكيس المبايد وفي مشاكل تأخر الحمل وفي العادات الغذائية وكيفية تغييرها لتغيير هذا المرض وبقى لها موقع على الإنترنت بتقول وبتعمل فيديوهات وبتقول فيه كلام أنا أقسم أنه صحيح وعلمي وأحسن من اللي بيقوله كثير من الأطباء رغم أنها ليست طبيبة لكن لما شالت الإبرة الإربة المخرومة اللي بتخر على دماغها كان لازم تشيل هي مسؤولية لأن محدش بيقولها الحقيقة منار فبالتالي بحثت ووصلت إلى هذا ومعكم الآن يبدأ الأعراض الخمسة الرئيسية لمريضات تكيس المبايد ونشوف لأن أعلي الصوت كما متفقين WITH لأ جماعة نقف مش إحنا متفقين على الأطعق إحنا متفقين العرض الرئيسي المشهور الأكثر شهرة عند السيدات عند تكايس المبايد هو اختلال الدورة لدرجة لما نقول له واحدة أنت عندك تكايس المبايد ازاي؟ ده أنا الدورة منتظمة اختلال الدورة هو العرض الأكثر شهرة لكن ليس بالضرورة أن كل المتكيسات عندهن اختلال في الدورة الدورة بتاع الناس اللي عندهم تكيس مبايد بيحصل فيها خلل هذا الخلل قد يكون تأخر يوم أو اتنين اللي تروح لوحدة تخدعها وتقول لها لا ده عادي أصل الدورة ما تيجع على 30-32 يوم ده عادي لكن ما بتقولش الحقيقة اللي مكتوبة في كتب الطب إنها لو بتيجع على 32 يوم ده عادي بس لما يكون ده تغير حديث في طبيعة دورتها فده مش عادي لكن في ناس بتعتقد أن تكيس المبايد العرض الرئيسي له هو تأخر الدورة وهو حقيقة لكن ليس بالضرورة أن كل المتكيسات عندهن تأخر في الدورة العرض نمرة واحد والأكثر شهرة والأكثر ظهورا هو تغير كمية الدورة وعدد أيامها غالبا ناحية القلة لكن أحيانا بيحصل اختلال في الدورة وتأخر في الدورة لكن زي ما هي قالت لكم بالنص اختلال الدورة ده قد يكون أيام قليلة تأخرها اللي واحدة تقوله وإيه يعني دي بتيجي كل شهر صحيح بتأخر 3-4 تيام بس بتيجي أيوة تكيس أو بتتأخر لـ 35-40 يوم أيوة تكيس أو بتأخر بالشهرين 3 أيوة تكيس لكن بعض مريضات تكيس المبايد عندهن دورة منتظمة تماما بالساعة باليوم وهم مريضات تكيس وأحيانا مريضات تكيس من درجة شديدة ولكن هذه الدورة المنتظمة هي قالت إيه؟ They have regular cycles or even semi-regular cycles يعني يتهيأ لهم إن الدورة منتظمة أو الدورة منتظمة جدا لكن إنهم ما بيحصل لهمش طبويد رغما عن هذه الدورة المنتظمة طبعا لما نقول لوحدة إن حضرتك ما عندكيش طبويد تقوم تجي لنا الكلمة الشهيرة وما للدورة دي بتيجي منين يا دكتور ده أنا تعلمت في العلوم في إعدادي إن أنا الدورة دي هي عبارة عن البوايضة التي لم تخصد الدورة هي هبوط هرمونات المبيض وليست بالضرورة إن كل واحدة عندها دورة عندها طبويد السيدات اللي عندهن دورة منتظمة غالبا عندهم طبويد وليس يقينا في بعض حالات تكيس المبيض وبعض الحالات الشديدة والدرجات المتقدمة قد يكون عندهن دورة منتظمة تماما ولكن في كل سيدة عندها اختلال في الدورة هي عندها خلل في الهرمونات يقينا نقول الجملة دي تاني الدورة مرآة الهرمونات اللي عندها دورة منتظمة غالبا عندها هرمونات كويسة وتبويض جيد غالبا وليس يقينا لكن كل دورة مختلة معناها ان فيه خلل فيه التبويض وفي الهرمونات يقينا العرض الاكثر شهرة لتكيس المبايد هو اختلال الدورة لكن في بعض الاحيان قد تكون الدورة منتظمة تماما و الى اللاحق من المفاجآت فيه اعراض تكيس المبايد نستكملها مع حضراتكم نستكمل الفيديو بعد فاصل قصير فاصل ونواصل الاعراض الاكثر شهرة لمريضات تكيس المبايد اهلا بكم عدنا اليكم بعد الفاصل ونستكمل الحديث عن الملعون الاعظم السبب الاكثر شهرة في تأخر الحمل وهو مرض تكيس المبايد المرض المزمن الذي لا يشفى ولكن يمكن السيطرة عليه يمكن وضعه تحت السيطرة لو معنا اتصالات هنستقبل اتصالات ونستكمل الفيديو تفضل تفضلوا وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيلا حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك بقول لها حضرتك انا متجاوزة بقالي سنتين واربع شهور عندي سنة 25 سنة كويس في اول الجواز يقولي ايه اول دكتور قال لي لا كويس ما فيش مشكلة اثبت كويس بعد كده رحت الدكتور تاني برضه قدامي سنشيط وما حصلش حمل طبعا كالعادة حضرتك ما قلتيش الجملة اللي مفروض نسمعها ما حصلش حمل لحد الوقت يا دكتور وديش اكويتش لا لا ما حصلش لحد كل مريضات تأخر الحمل في مصر يتجنبنا نطق هذه الجملة واكننا مفترض طيب المهم وبعدين اول دكتور قال لي التابوت كويس وما فيش مشكلة بعد كده هيروح للدكتور تاني قال لي التابوت ضعيف ومحتاج زقة محتاج ايه محتاج زقة هو قال لي كده بالبقى يعني محتاج زقة محتاج زقة وزقة اه وزقة زقة خدتي كم زقة بقى لا هو دكتوري اصلا ما بقعدش هو بيكافر شعري بيقعد 15 يوم او شعري بالكتير بس فبعد كده خلاص يعني ما بيتها روح للدكتور يقول لي التابوت كويس يدوني التانيشيط وخلاص السؤال ايه ايه السؤال ما هو السؤال هو دكتوري دكتوري دكتور تطلب من التحليل يقول لي تلم الدكتور يعني انه التابوت محتاج زقة يبقى في مشكلة كمان وإيه اللي يمنع وإيه اللي يمنع ان حضرتك يبقى عندك مشكلة وان الزوج يبقى عنده مشكلة هل هو المفروض الخطوات المفروض بعملها عشانه بقى ماشي صح ما تروحيش لاي حد وما تعمليش اي حاجة وما تخديش اي علاجة لما زوجك يعمل التحليل خلاص انا مفروض اعمل ايه ما تروحيش لاي حد وما تعمليش اي حاجة لحد ما زوجك يعمل التحليل خلاص لان حضرتك مش هتحملي لوحدك ولان مشاكل الازواج مسؤولة على الاقل عن 40% من اسباب تأخر الحمل ولانه ليس من العدل ولا من الحق ولا من المقبول ان واحدة تروح وتقلع هدومها وتقعد تنتظر في عيادة وتعمل صنار وتاخد علاج وتاخد تنشيط عشان هو مش عايز يعمل تحليل ثم لما تحليله ان شاء الله يطلع كويس يبقى حضرتك تروحي الدكتور تأخر الحمل يقول كلام علمي لانه الكلام الذي يقيله لحضرتك يفتقد الى دليل ما قلتش انه غلط بس قلت بلا دليل يعني ايه ما فيش دليل ها التبويض بيتقاس بتحاليل واللي يقول لحضرتك ما انا شايفه قدامي على الصنار مش عايزة ارد اقول المفروض التعليق يبا تمام طيب هل معنا اتصال تاني طيب تفضلي امل شكرا عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت انا استفر عن حاجة بس يا دكتور تفضلي انا متجوزة بقالي سبع شهور سبع وعشرين يوم لا سبع شهور سبع شهور ايه اه البروت في الاول كانت منتظمة ايه ما كانتش بتتأخر يعني تيجي في معتها عمرها متأخرت لحد ما اتجوزتي وبعد الجواز هو الجواز اللي جابت اخرها اه هي كانت منتظمة قبل الجواز وبعد الجواز بكم شهر كده وبعدين بس فجأت في يوم هي اتأخرت اربع ايام بس فروحت افتكرت ان انا حامل وعملت اختبار حمل فاعتلت لها سلبي طبعا فاعتلت لها ما فيش حمل وبعد ما عملت الاختبار انا رحت للدكتور انا رحت للدكتور لا هي بعد اربع ايام نزلت فانا رحت للدكتور حكيت له اللي حصل معايا وقلت له ان هي اتأخرت بس انا رحت له ان هي نزلت كده على اربعة وثلاثين يوم بالضغط قالك عادي ولا مشكلة لا طبعا هي كده اعتبرت اخر الحمد لله قال حقا فالداني اللي هو البرشام انا مش فاكرة اسمه بس هو بيبقى نصه ابيض والنص التاني كده ايواء برشام الخداع الشهير المخادع الاجبر عشان حضرتك تغديه فعتقوم ايلالي والدورة جات منتظمة فاللي جات منتظمة دي لاه دورة ولاه منتظمة ولا دي دورتك دي اثر البرشام وقال لحضرتك خديه ثلاث شهور عشان حضرتك تنخدعي في الثلاث شهور دول وتنسي القصة وتنسي النكرو احتيله وتقولي الله العلاج ده زبطها لا بس هي يا دكتور كمان بعد كده حصل ما هي مشكلة انا خدت بعد ما اخدت البرشام ايو بغض النظر حصل مشكلة او لا هذا تعليقي على هذا العلاج اي بس المهم ان هي الشهر اللي بعده فجات منتظمة فعلا في معادها يعني ما هي دي لا دورة ولا منتظمة ولا دورتك تمام بعد كده رحتله رحتله تاني فاخدت اللي هو في بارة اللي هو المنشي كويس وليه حضرتك خدت منشط اذا كان انت طبيعية وما عندك ايش حاجة ما عرفش هو الدكتور التاني منشط عشان جوزه بيسافر يعني المنشط 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 حضرتك انت امل بتخديه عشان عمر جوزك مش موجود بالزمة ده كلام عقلي اقبله امل بتاخد علاج عشان جوزها ما بيوجدش يعني امل تاخد علاج عشان جوزها بيسافر امل تاخد علاج عشان دورتها منتظمة بالساعة امل بتاخد علاج عشان تبوضها هايل وبتاخد اغلى نوع من اقراص تمشيط التبويد والنوع المشهور عنه انه بيتاخد لمريضات تكييس المبايد لان هذا الرجل عرف تماما ان حضرتك مريضة تكييس مبايد فتعامل على هذا لكنه لم ينطق بهذا كالعادة لكن انا سألت وعنده مشكلة اللي ما فيش اي مشكلة اللي ما عندهاش مشكلة مش هنكتب لها علاج واللي ما عندهاش مشكلة الدورة مش هتتأخر كمام المهم يا دكتور بعد ما اخدت في مارة برضو ما نزلتش الشهر اللي بعد ده لان حضرتك ما عندكيش مشكلة بما انك ما عندكيش مشكلة الدورة ما بتنزلش ولما باخد تنشيط للطبويد الدورة ما بتنزلش وباخد تنشيط للطبويد لان انا ما عنديش مشكلة هو الدكتور بيقول لحضرتك اللي انت عايزة تسمعيه هو بيقرف عينك انك عايزة ده هو كل الستات في مصر بتروح للدكتور عشان تحصل منه على كلمة انت ما عندكيش حاجة فببساطة ارضاءا للزبون انت ما عندكيش حاجة لكن كلمة انت ما عندكيش حاجة مش هتخلي يحصل حمل لان فيه مشكلة واضحة وبالتالي سيكتب علاج وبالتالي لو حضرتك ما عندكيش حاجة لما كتب علاج وبالمناسبة كل ما قوله واحدة كانت قولي ده مش علاج ده منشطات اسمها علاج والمنشطات بتعطى اللي تبوضها ضعيف واللي تبوضها ضعيف يبقى عندها مشكلة واذا كان حد قال انت ما عندكيش حاجة وبيكتب علاج يبقى هو عنده سوق تقدير ازاي واحدة ما عندهاش حاجة وبيكتب لها علاج او عنده سوق كلام واخفاء للحقيقة لان هي عندها مشكلة وحضرتك عندك مشكلة واضحة وهو معترف بهذا وبيحاول يكتب لها علاج والعلاج غير مجدل ان ما فيش تحديد لحجم المشكلة تمام يا دكتور خلينا بس اكمل لك المشكلة اللي عندي اللي هو بعد في مرة ما نزلتش فانا ورحت للدكتور تاني لا في كيس على المبيض كأنه كيس مش عارفة كيس مية كيس مية طبعا على المبيض لان مريضات تكيس المبايد اللي محدش عمل لهم تحليل ومحدش عمل ضبط لوزنهم اللي زاد ادى لاختلال الدورة والهرموناتهم اللي متلخبطة قبل ما يدي تنشيط للطبويض التنشيط سيؤدي الى عدم ظهور وخروج بويضات او ان البويضات تكبر وما تخرجش وتعمل كيس على المبيض اللي حصل لحضرتك ده الف باء طب اسمه عندينا كده تمرين مشهور تجيلك مريضة تكيس وبايت تتزبط لهاش الهرمونات وديها تنشيط حيحصل كيس تمام يا دكتور بس انا بقى لي ثلاث شهور برضو ما نزلتش بعد المنشط والتاني الدكتور اللي هي عن حقا اللي تفلون دي برضو وبعدها 18 نمو رو احتلو ما نزلتش فالتاني برونتو جاس بعد اسبوع برضو ما نزلتش واحتلو تاني تاني اللي تفلون تاني والحد النهاردة ما نزلتش فانا حاليا باخد البرشام اللي هو اللي قلت عليه لحضرتك الأول ولحد الوقتي لحد الوقتي ما طلبوش ان حضرتك تتشكي بإبرة وتعملي تحليل انا والله انا بنفس اللي طلبت من الدكتور ان انا اعمل تحليل هو قال لي لأ انك مش محتاجة تحليل ولسه بدري وكده قلت له لأ انا عشان هتطمز يعني لسه بدري على ان حضرتك تعملي تحليل تعرفي عندك ايه الدورة ومبتجيش بقى الهربع شهور لكن مش لسه بدري على انه يكتب لحضرتك منشط سعر الشريط منه 500 جنيه ما عارفش بقى يا دكتور لا انا مش بقولك تعرفي اكيد حضرتك ما تعرفيش بدليل انه بتعمل فيكي كده انا بقول لحضرتك جاوبي بالعقل والمنطق حضرتك ما ردتيش على العقل والمنطق ردي علي كده بعد اذنك لا ردي علي كده بعد اذنك تفتكلي بدري على انه يطلب منك تحليل لكن مش بدري على انه يتكتب لحضرتك علاج بمنشط هو الاغلى سعرا ما هو اكيد حاجة مش منطقي مظبوط اللي مش منطقي ده نروح للي بتصرف تصرف منطقي ان شاء الله طب هو يا دكتور كده يعني من خلال كده بتحليل حضرتك ايه للحامل لا اعرف دكتور تأخر الحمل زي لا يرى عينه اللي بتشوف بيها النضارة اللي بيلبسها هي التحليل خضرتك مضلمة الاوضة واللعاني النضارة وبتقول ليه يشايف ايه مش شايف حاجة طب يا دكتور برضو حضرتك كنت تقول لي ايه التحليل اللي ممكن انا اعملها من خلال اعرف المشكلة اللي عني التحليل يحددها من تذهب اليه في عيادته وتجلسي امامه شرط ان يكون طبيب متخصص في مجال تأخر الحمل يقول الحقيقة وكلام علمي طب كمان يشت اقول لحضرتك حاجة ان الدكتور الداني اللي هو البلشان بتاع هرمون اللبن لانا اخدته مرتين بس ده مغير تحليل مش عايز اعلق لان حضرتك عارفة التعليق الصحيح ايه هذا هو الحال هذا هو ما يتم مع مريضاتك ايه سنوات هذا هو الخداع منار لستي وحدك الفيديو القادم اذا ربنا ادانا الصحة والعمر وكنا للحلقة القادمة خلصنا الفيديو ده الفيديو موجود على الانترنت بعنوان خمس حقائق صادمة يجيب يجب انا اسف يكسر اخفاءها اطباء يحرص على اخفاءها اطباء النساء الفيديو القادم خمس حقائق عن مرض تكيس المبايد يحرص الاطباء على عدم معرفتك بيها واخفاءها عنك هتشوفوا الصدام والصدمة اللي هنشوفها في الفيديو القادم ما تيجوا نكمل الفيديو ده ونشوف العرض التاني لتكيس المبايد بالمناسبة يا استاذة امل اللي متجوزة بقالك سبع شهور العرض الاول لتكيس المبايد هو ايه؟ اختلال الدورة ممكن نجيب الفيديو من الاول كده ونمشي وناخد نقف عند القاطع رقم اثنين تفضلوا من الاول بعد اذنكم ممكن نقف عند القاطع رقم اثنين 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 في ميت سيدة متأخرة عن الحمل في العالم هيطلع ما يقترب من سبعين في المية منهم هم مريضات تكيس المبايد حضراتكم لاحظين ان بقى فيه فرع في الطب اسم تأخر حمل وان حالات تأخر الحمل بتزيد والاحتياج لاطباء لحدوث الحمل بيزداد وده نتيجة لزيادة تكيس المبايد زاد تكيس المبايد فزادت حالات تأخر الحمل انه السبب الرئيسي لتأخر الحمل في العالم كثير من السيدات لا يهتموا ان الدورة مش منتظمة زي امل كانت الدورة منتظمة وهي انسة بس كان شعرها بيقع كتير وما كانتش مهتمة كان بشرتها دهنية وما كانتش مهتمة اتجوزت زادت في الوزن خمسة كيلو كلهم زيادة في منطقة اسفل البطن كل ده مش هممها لكن اهتمت لما ما حصلش حمل فكثير من المريضات بتوع تكيس المبايد عندهم اعراض زي اللي حنقولها وزي اللي حنوصتها لكنهم لا يهتموا ولا يذهبوا للبحث والفحص الا عندما يتأخرنا عن الحمل فيعتقد كثير من الناس انه هم لما يروحوا لدكتور تأخر حمل ويسمعوا كلمة تكيس المبايد انه هم مصدومين هم عندهم اعراض اخرى لكن هم اهملوها والحاجة اللي بتأخذ اهتمام الناس هو تأخر الحمل ليس لانه العرض الوحيد لكنه العرض الاكثر ضغطا على السيدات للزهاب للاطباء مرض تكيس المبايد ليس مانعا منعا تاما للحمل لكنه مؤخرا للحمل بوضوح حسب درجة تكيس المبايد وهو السبب الرئيسي لزيادة حالات تأخر الحمل في العالم كله وهو العرض الاكثر شهرة والاكثر ضغطا على السيدات انها تروح وساعتها لما تروح تسمع كلمة تكيس المبايد فتجد تفسير لحاجات تانية مرت بيها من سنوات زي ما قلنا كده بالنسبة الامل وهي كانت تهمل هذه الاعراض فدى العرض رقم اتنين وهو تأخر الحمل والتكيس هو السبب الرئيسي لتأخر الحمل في العالم لما تيجي ست زي امل كده بتقولها عندي دورة من لغباطة وعندي تأخر حمل 99% اللي يعمل لتنين دول مع بعض هو حاجة واحدة هو هذا المرض اللي محدش قالها عليه واللي المرض ده بيتشخص بتحاليل اللي محدش طلبها منها واللي بيتقالها ان التبويض الكويس ومع ذلك بيكتبوا لها علاج للتبويض وكل هذا خداع لو معناش اتصال ناخد الجزء العرض التالت اسمع يا هبة انابلتي تلوز ويت صعوبة في فقد الوزن ان التعرس بيئة ومن دولي بيئة واني 9 لبعض يجب سيئة السمتوني مُحش محش 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 شخص اذا اتصال اذا شخص اذا شخص شخص اذا طلبه وعنى بيئة وليس اتصال صحية بيئة بيئة واني واني بيئة واني اعلم النظر بيئة دره طلبه واني هماني العرض الثالث لتكايس المبايد هو الزيادة في الوزن حتى لو كانت بسيطة وهذه الزيادة البسيطة غالبا في منطقة أسفل البطن وهذا يؤدي إلى أن أكثر من 80% من مريضات تكايس المبايد بدينات لكن النحيفات ليسوا معفيات من الإصابة بتكايس المبايد هما الاستثناء هما الحالات الأقل عددا لكنهم غالبا الحالات الأكثر قصوى والأكثر درجة والأشد دراوة في الإصابة بتكايس المبايد وحتى النحيفات يصبح عندهن امتلاء في منطقة أسفل البطن تكايس المبايد من أعراضه زيادة مضطردة في الوزن وسهولة في اكتساب الوزن وصعوبة شديدة في فقد الوزن عند محاولة فقد الوزن وعمل رجيم دي من أعراض تكايس المبايد لأن أساس تكايس المبايد هو خلل هرموني وأساس هذا الخلل الهرموني هو خلل في عملية التمثيل الغذائي وهو مقاومة للجسم لعمل هرمون الإنسولين وهما يؤدي إلى ارتفاع مستمر لهرمون الإنسولين وهذا الارتفاع المستمر لهرمون الإنسولين يؤدي إلى زيادة اكتساب الوزن بسهولة وصعوبة شديدة في فقد الوزن وهذا من الأعراض الرئيسية لمريضات تكايس المبايد فإذا كنت اكتسبتي وزن حتى لو بسيط في الفترة الأخيرة وصاحب هذا اختلال في الدورة فهذا تكايس المبايد يقينا يريد تسمعي يا أمل وتدركي معنا اتصال تريفوني آخر ونستكمل بعده العرض رقم 4 تفضله ألو أيوة يا فندم تفضلي بسحة السلام عليكم ازاك يا دكتور وعليكم السلام ومطلعه وبركاته ازاك حضرتك تفضلي أنا اسمي الدنيا أنا عندي 26 سنة متجوزة بقى لي سنة و4 شهور كويس خالص أنا الدورة أول ما جات لي جات لي وانا عمري 11 سنة أيوة وبعدين فضلت بس دورتي كانت بتيجي يعني ما كانتش بتيجي كل شهر منتظمة يعني تيجي كل 40 يوم كنتيجي كل 60 يوم وهل اهتمنيتي حضرتك أو والدتك أو عائلتك بالبحث عن سبب لهذا؟ لا ما هو حضرتك أنا جايلك في الكلام تعالي فجت بعد كده وكانت بتنزل تقيلة جدا جدا يعني كانت بتبقى رهيبة أيوة كان بيبقى فيها نزيف شديد دنيا بالمناسبة بس حضرتك تعليمك إيه خريجة كلية إيه؟ أنا خريجة لغة عربية تمام برافو علي وعليكي لأن أنا أدركت على طول أن حضرتك تعليم عالي لأن مستواكي في الكلام وفي تقديم حكايتك وقصتك مستوى مدرك أن أنا بيفهمني واحدة واحدة وخطوة خطوة بس حضرتك مرتبكة شوية أول مرة تواجهي كده جمهور فنفسك مطلاحق فإهدي عشان نقدر نفهم القصة سوا بعد ما كانت الدورة بقت شديدة إيه اللي حصل؟ لما وصل عمري لعشرين سنة أيوة جات الدورة وفضلت ثلاث سنين وهي يعني تيجي وبعد كده أسبوع بعد ما كانت بتغيب جامل جامل بقت تيجي أسبوع وتقطع أسبوع يعني الفترة المضيطة أيوة الفاصل بينهم بأدية وبقت تقعد فترات طويلة حتى لو الفترات الطويلة دي نقطة بقعة نقطة بقعة بس مش عايزة تفصل أيوة مش عايزة تفصل كانت بين الدورات بقى ما كنتش بعرف أساسا الدورة بتاعتي ولا كنت بتيجي بجماغة زي ما بتيجي أو حاجة زي بص حاجة كده بقيت مش مفهومة يعني أيوة فزهابتي بقى لفحص طبي ولا رحت أنا رحت لكاترة كتير يعني ما حدش جاب معي نتيجة خالص قالولك أنت طبيعية ومعندكش حاجة كله يقول لي أنت معندكش حاجة ده أنت تقول لي ده أنت عندك خصوبة عالية لا يا فندم ده تكيس مبايد من درجة عالية ده تكيس مبايد من درجة شديدة ده تكيس مبايد من درجة شديدة قدت إلى زيادة سمك بطنط الرحم وهما يسمى عند الأطباء اللي بيعرفوا لحمية في بطنط الرحم فبدل ما الدورة تتأخر وتيجي كميتها قليلة في مريضات تكيس هتتأخر وتيجي كتير وبحر ثم تتطور إلى أنها تيجي كتير وتفضل أسبوع عشر تيام أسبوعين نقطة بقعة بقعة نقطة مش عايزة تفصل خالص وأطهر 3-4-5 تيام ثم نبتدي الموال مرة أخرى وصاحب ده زيادة في تساقط شعر راسي كتير بس أنا ما كنتش مهتمة ما كنتش باخد بالي وهم محدش وعاني أنا عندي شعري من قدام شعري من قدام بقى خفيف جدا أيوا فندم من هنا حضرتك صوري صورتك كده من 3 سنين ثم الأيام دي حتلاقي قرطك زادت صنطي ونص 2 صنطي لنتيجة لانحصار شعرك إلى جانب انحصاره من المنطقتين دول لأن ده الانحصار لنتيجة لخلل في الهرمونات الذكورية حيث حضرتك أنا راجل ما شفتكيش وبسمعك لمدة دقيقة ونص شخصتك وعارف فيه إيه وممكن أحكي لك الباقي طبام؟ إلى جانب العصبية والنرفزة وتغير شخصيتك اللي الناس كلها لحظتها في الفترة الأخيرة واكتئابك الشديد كل شوية تعياطي والناس مش فاهمين انت مالك إن لغيرك كملي بقول لي حضرتك أنا بحكيه وأنا ما شفتكيش ويدوب سمعتك لمدة دقيقة ونص فاللي أنت بتروحي لهم ويقول لك أنت طبيعية وما عندكيش حاجة وخصوبتك عالية خصوبتك عالية خصوبتك عالية بعد كده حضرتك رحت الدكتور أيوة قال لي أنت عندك تكايز مضايض وتبني سيدوفاج الحمد لله أول جمل أول كلمة طب في اللي أنت حكيتين وبعد كده اداني سيدوفاج وتبني حبوب المنع الحامل اسمها ياسمين قال لي دي عشان تنظم لك الدورة الشهرية مظبوط لأن الدرجات الشديدة من تكايز المبايد خلينا بس زي ما انتقدنا لما نقول الدرجات الشديدة من تكايز المبايد رسمعا الحامل بتثبت ده وبتنحف البطانة في الناس الأنسات اللي مش عارفين نعملهم كحت البطانة الرحم حتقوم بدور في هذا الموضوع بس إذا صاحب ده تغير في النظام الغذائي والعادات الغذائية ووزنك حيبقى مفيد جدا إذا ما عملتيش دول مع العلاج العلاج حيبقى فترة ومؤقت تأثيره في الحقيقة بعد كده أنا دورتي انتظمت جدا يعني بقيت تجي كل شهر بالضبط مظبوطة حتى يعني أنا أخذت خبوب منع الحمل دي شهر واحد بعد كده بقيت تجي باليوم أنا كنت أحسب لها تيجي على طوب بعدها تجوزت بعدها بثلاث شهور بعد ما تجوزت بشهر ونص كده اتجات لي اتهابات جامدة بعد الجواز فجيت روحت للدكتور اللي أنا كنت ماشية معادة فأول ما كشف علي قال لي قال لي عندك لحمية في الرحم احنا ده عارفينه من وينتي أنسة عندك لحمية احنا قولنا ده اللحمية دي ما حدش عارفها وانا أنسة إذا كنت انا هو ما شفت كيش وبقول مش انا مش خمس دقايق قلت ان في لحمية طيب جميلي ايوة حضرتك قول فجيت بعد كده بعد كده جيت بقى عملت منظار عملت اللحمية وعملت اشعة سبغة بعدها اداني منشطات ثلاث شهور بس عشان نوضح للناس حضرتك عملت منظار رحمي لإزالة اللحمية منظار رحمي عملت إزالة اللحمية وعمل لتوسيع لتجويف الرحم ده ما لوش قيمة المهم وجيت بعد كده فاضلت يعني جيت رحت له بعدها بشهر بعد العملية دي بشهر فعمل لي فجيه اداني منشطات بقى اداني منشطات اربع شهور واربع عام وكانت الاستجابة بس ما حصلش حامل جيت بعدها انا قعدت في البيت لما رحت له تاني طلب مني تحليل هرمونات وطلب تحليل لجوز اخيرا يعني حضرتك قعدت سنة وعملت منظار رحمي وخدت منشطات اربع شهور وزوجك محدش طلب منه تحليل لا اما هو بعد كده بعد دكتور طلب منه تحليل ايوا يعني معلش خلال سنة جواز بتاخدي منشطات اربع مرات وعملتي عملية ومحدش طلب تحليل للزوج شهور جواز انا عملت العملية بعد شهرين جواز ايوا بعد سنة من الجواز ما كانش حد طلب تحليل للزوج بعد ست شهور جواز طلب منه هو تحليل لزوج طيب اي ست تاخد اي علاج لتأخر حمل دون عمل تحليل للزوج هذا ليس طبا اي فزوجي طلب منه لما طلب منه تحليل طلعت عنده عدد الحيوانات المنويات 42 مليون وطلعت بس الحركة عنده 40% مش سيء او يعني المهمة فالمهم بعد كده بقى الدكتور طلب منه تحليل هرمونات اخيرا اقول لحضرتك على المعدلات بتحليل هرمونات لا ما تقولي ليش قوليلي انا عارف ان تحليل هرمونات لازم تشير ان حضرك عندك تكايص مبايد من درجة جديدة قوليلي بقى هو قال لحضرتك ايه بعد تحليل الهرمونات طلع عندي هرمون برولكتين عالي هرمون اللبن عالي يعني هو دي المشكلة ما عرفش بقى وطب انا دلوقتي عايز افع من المشكلة انا باخد منشطاته ما بيحفنش حامل وباخد انا ماشي على استيد وفاش دلوقتي بقى لي سنتين فاندم حضرك المفروض نمشي عليه العمر فما تعتبريش انك بشيتي عليه سنتين ان ده تفضلا من حضرتك او ان ده زيادة يعني ايوه ماشي ما نفاهم اهو فاهمني كده ان انا هفضل ماشي عليه على طول طيب وزن حضرتك اخباره ايه انا وزني انا طولي 155 هل انا سألت عن طول حضرتك هل انا سألت عن طول حضرتك هل انا سألت عن طول حضرتك وزني انا وزني 70 كيلو يعني بين 70 وال75 كده يعني في الحدود دي والدكتور قال لحضرتك تزيدي توصلي 80 ولا تحفظي على 75 قال لي تمارين لبطنك قال لي تمارين لبطنك طب ايه رأي حضرتك بقى انك اذا رحت عملتي شفط للدهون من بطنك ونزلتي بطنك اللي عالية دي ده هيفرق ايه في علاج حضرتك صفر فاق بالوزن هو اساس العلاج يعني انا المفروض ان انا خير اه وزا ما خستيش مفيش ايه تمام نمرة اتنين بما انك بقى طرحتي الموضوع هرمون ال ال اتش بتاع حضرتك كان كام او هرمون مخزون المبيض ال اي ام اتش كان كام ال اي ام اتش 76 من مية ممتاز تماما توقعت تماما والدكتور قال لحضرتك ايه على تحليل المخزون ده اللي هو ستة ده قال لي فيه تكيسات بس يعني ستة ده يشير ان دي تكيس مباعد لكن اثنين ونص ما يقولش ان ده تكيس وتلاتة ما يقولش ان ده تكيس وستة ده ما يقولش ان ده تكيس من درجة شديدة صعب انها تستجيب للعلاج عشان كده العلاجات الدوائية والمنشطات نادرا ما ستنجح في احداث حمل هذا ما يقوله كتاب كله الطب وما نقوم بتدريسه للطلبة في كلية الطب يعني انا ممكن ما يحصلش حبل طبيعي الارقام بتقول كده والشغلانة بتاعتها دي شغلانة ارقام خلي بالحضرتك انا ما شفتكيش فاوانت بتحكي قلتلك ده تكيس مباعد من درجة شديدة انا ما شفتكيش فاوانت بتحكي قلت ان دي لحمية وكل حاجة قلتها حضرتك عرفوها بعد سنين وحضرتك اللي ما قلت لي قلت عملت منظار فقلتلك استني انت عملت منظار رحمي لان طبعا كان لازم حد يطرح على حضرتك ان المنظار الرحمي ده ظريف وهايل وحتمي لازالة اللحمية بس يفترض ان حد يقول لحضرتك جايز نفكر نعمل منظار بطن معال ان درجة تكيس اللي عندك قد لا تسمح بحدوث حملة لمنظار فلين دخل حضرتك العمليات مرتين ومحاولة التنشيط محاولة لكن فرص حدوث الحمل يا رب يحصل لكن فرص حدوث الحمل بالارقام اللي حضرتك بتقوليها دي قليلة بالعلاجات فقط وخاصة اذا كان اول واهم علاج ما تعملش اللي هو ايه اللي هو حنشوفه في الفيديو اذا كملنا الفيديو اللي هو فقد الوزن وتغيير نظام الحياة اذا ما كانش معنا اتصل تليفوني نذهب سريعا الى العرض الرابع من اعراض تكيس المواد سمطوم نمبر فور خلي بالك المكان اللي هي بتشاور عليه اللي حضرتك قلتي ان شاعر الراص بيقع منه عراض الرابع العرض الرابع هو فيه اختلال في الاعراض الزكورية نتيجة لزيادة استجابة الجسم للمستوى الطبيعي من الهرمونات الزكورية نتيجة لخلل في هرمون الـ LH نتيجة لخلل في الانسولين لكن ما علينا زيادة في الاعراض الزكورية اللي تشمل ان شعر الراص يبقى ارفع يبقى انحف شفتي هي بتشاور على المنطقة اللي حضرتك قلتي ان شعر راصك بيقع منها تمام وتساقط شعر الراص ثم بعد كده ظهور البشرة الضهنية ثم حب الشباب والحبوب التي تظهر على الوجه والخدين والكتفين واعلى الظهر ثم زيادة في حدوث شعر في الجسم مش لازم كل الاعراض دي تبقى موجودة جايز كلها جايز بعضها جايز واحد منها كل هذه الاعراض هي اعراض شهيرة لزيادة تأثيرات الهرمونات الزكورية في مريضات تكييس المبايد وكلما زادت درجة تكييس المبايد كلما كانت الدرجة من هذه الاعراض اكثر شدة ليس بالضرورة ان تكون كل الاعراض موجودة عشان لما نيجي نقول لوحدة عندك اعراض ذكورية اذا ما عنديش شعر في جسمي ده العادي والطبيعي طبعا كلمة السيدات المصريات لكن ليس بالضرورة ان تكون كل هذه الاعراض موجودة بعض الستات هتبقى مقفلة الاعراض كلها وبعضها هتبقى عندها وعرض واحد منها لكن هذا العرض رقم اربعة اللي له علاقة بتكييس المبايد ناخد العرض رقم خمسة والجزء الباقي من الفيديو مفاجأة العرض رقم خمسة ده نعلي الصوت الآن, وممين with PCOS تقريرل وسط وممتكنا هي مفاجأة بشكل رقم خمسة للا يتبقى استقراض بشكل مهماند المهماند ومتكنا تقرير بشكل مهماند وممتكنا فعلوم الاعراض مهماند ها نعط في الممواطن تقريرات مهماند لكن هذه شعرية تقريرت لذلك يتبقى مئن عنزل ماء بشكل ماء بشكل ماء العرض الرقم 4 أن مريضات تكايس المبايد يعانين معاناة شديدة ولسنوات وبصرفوا فلوس كتيرة وهرمونات وعلاجات ومنشطات بخمسمائة جنين والشريط وتقال أنت ما عندكيش حاجة وكل ده عشان يحصل حمل وحتى إذا حدث حمل على فترات فاحتمالية الإجهاض احتمالها مرتفعة جدا لأن اختلال الهرمونات في تكايس المبايد يؤدي إلى سوء جودة البوايدات سوء جودة البوايدات يعني في شهور حاخد تنشيط ما حصلش تنشيط يبقى ما حصلش تبويض في شهور حتطلع بوايدة وما تخرجش فتعمل كيس يبقى ما حصلش في شهور البوايدة حتخرج بس البوايدة دي نوعيتها سيئة فرص حدوث الحملة منها قليلة في شهور البوايدة دي حتتخصب فيحصل حمله وفرص إجهاضه عالية نتيجة لسوء جودة ونوعية البوايدات يعني الستات دول حيقاسوا ويعانوا في دورة مثل اخبطة في شكلهم وبشرتهم وشعرهم ومن يوم ما اتجوزت قدام جوزي شكلي وجسمي في شعر وبشرتي وعلى أكرو وبروح لدكاترة وبصرف علاجات وعشان يتابع تبويض وما يحصلش تبويض أو إذا حصل تبويض ما يحصلش حمل وإذا حصل حمل في احتمالية عالية الإجهاض طب إيه علاج الكلام ده عشان نشوف الست اللي اتصلت دي وبتقول ما أنا باخد المنشطات واللحمية إيه العلاج إيه العلاج إيه العلاج إيه العلاج هل هي الأدوية هل هي المنشطات هل هي العلاجات طب إيه نمرة واحد في علاج تكايس المبايد نرجع سريعا للفيديو ونشوف بيقول إيه نمرة واحد نمرة واحد نرجع أهم حاجة لازم تعرفي عن تكايس المبايد الغذاء ونظام الحياة وحنكبر الصورة diet and lifestyle it's the main issue بغض النظر عن أي علاج بتغذيه دون تغيير نظام الحياة ونظام الغذاء والوزن النتيجة صف نمبر ون نمبر ون في علاج تكايس المبايد الخطوة رقم واحد في علاج تكايس المبايد ما قالتش اعملي تمارين لبطنك ما قالتش وزنك كده حلو الله ده فيه أدخل منك وبيحمله ما قالتش الكلام ده قالت نمبر ون الخطوة رقم واحد مهما خدتي علاجات مهما خدتي تحليلات مهما خدتي هرمونات مهما خدتي منشطات مهما أي حاجة آت الخطوة رقم واحد دون فقد الوزن كل هذا نتيجته صفر كبير الخطوة رقم واحد هو الغذاء نوعية أكلك وكميته وتوقيته ونظامه وتغيير نظام الحياة ما قالتش عملي تمارين لبطنك فقد الوزن وتغيير نظام الغذائي ونظام الحياة هو الخطوة رقم واحد في السيطرة على تكايز المباعد إذا لم توجد هذه الخطوة فهي عمارة بلا أساس كله سينهار مش المشكلة في هرمون اللبن اللي طلع عالي تحليل المخزون 6 و 6 ويتقال لها المشكلة في هرمون اللبن عندها تكايز المباعد من درجة جديدة ولحمية جديدة ويتقال لها المشكلة في هرمون اللبن تقول لها اعبلي تمارين لبطنك كل ده غير مجدي العمارة بلا أساس ستقع وتنهار وأساس علاج تكايز المباعد هو رقم واحد دايت اند لايف ستايل تشينج استغيير نظام الحياة والنظام الغذائي كانت هذه هي الحقائق عن المعلومات الصادقة والحقيقية عن أعراض تكايز المباعد والمفاجأة في الحلقة القادمة الخمس أشياء التي يحرص الأطباء على إخفائها وخداع السيدات المصابات بتكايز المباعد سنكشف كل الأسرار عشان خطرك يا منار في الحلقة القادمة ولكم ولكل المتكيسات كل التحية وكل الإخلاص في كل كلمة بتتقال هنا كل سيدات الوطن العربي للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة والمعلومة العلمية الصادقة الصحيحة جينا وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا وبإذن الله أجيلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 كل عام وأنتم بخير وتمر معكم الأيام ويستمر معكم بإذن الله تعالى وبفضل دعمكم بشرة خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة